قال مسؤولون أمريكيون لوكالة رويترز أن حزمة المساعدات الأمنية المقبلة التي تقدمها إدارة بايدن لأوكرانيا من المتوقع أن تشمل أربع راجمات لأنظمة صواريخ المدفعية سريعة الحركة هي مارس وذخائر وألغام ومركبات مضادة للألغام وتبلغ قيمة حزمة المساعدات 625 مليون دولار وتعد الحزمة الأولى منذ إعلان روسيا مؤخرا ضم أراضي أوكرانية وبهذا الإعلان قد تتجاوز المساعدات الأمنية الأمريكية منذ بدء العملية العسكرية 16 مليار و800 مليون دولار